انطلقت تفعليات الاجتماع رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت تناولت الاجتماعات أهمية توطيد العلاقات مع الدول الأورو متوسطية عبر التعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من الشركات الناجحة في المجالات العلمية والديبلوماسية انطلقت فعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفي كلمته أكد أبو الغيط أن الدبلوماسية في جوهرها وتاريخها الممتدة هي أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول لحلولها وتحقيق أوضاع أفضل لافتاً إلى أنه عبر التاريخ الطويل لهذه المهنة التي عرفتها كافة الحضارات ظل هذا الجوهر ثابتاً وإن تغيرت ظروفه والأدوات والآليات الدبلوماسية في جوهرها وتاريخها الممتد هي أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول لحلول وتحقيق أوضاع أفضل للمجتمعات والوضع الدولي بصفة عامة وعبر التاريخ الطويل لهذه المهنة التي عرفتها كافة الحضارات ظل هذا الجوهر ثابتاً وإن تغيرت الظروف والأدوات والآليات كما تناولت الاجتماعات أهمية توطيد العلاقات مع الدول الأورو متوسطية عبر التعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من الشراكات الناجحة في المجالات العلمية والدبلوماسية هدف رئيسي لهذه الاجتماع هو خلق مجتمع علمي أورو متوسطي يتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المبنية على أسس علمية سليمة للتوصل إلى حلول تؤدي بدولنا أن تتعامل بشكل أفضل مع التحديات التنموية وتؤدي إلى تنمية مستدامة مبنية على أسس بيئية سليمة وتتوائم مع التغيرات المناخية وتتوائم مع التحديات أو تتعاطى بشكل إيجابي مع التحديات التنموية التي تواجهها دولنا هكذا جاءت أول نسخة من الاجتماع رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية والذي انطلق بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حاضنة العمل العربي المشترك دائماً وأبداً